بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي شرح المرسلين اليوم إن شاء الله نشوف في اللي هو آخر لكتشار من شابتر 4 نشوف فيه اللي هو كيف ممكن نحل المعادلات التفاضلية ordinary differential equations هنستخدم اللي هي function dissolve علشان نحل المعادلة التفاضلية equation نحطها في quotation mark وبعدين نحط ال condition الموجودة عندنا الشروط علشان نجبيها ثوابت الموجودة والمعادلة ونحل بالنسبة المين اللي هو ال independent variable x اللي هو موجود عندي هنا طبعا لو عندي dy over dx كيف أترجمها للمثلة بهذا الشكل لو عندي المشتقة الثانية أحط d2 y لاحظة دي هذي لازم تكون capital letter وبعدين اللي هو الشروط الابتدائي الموجودة عندي ال initial or or the initial condition ولا boundary condition طبعا نحن نشوف هذه المعادلة لو يعطونا المعادلة بهذا الشكل نروح نعمل separation and variable نعمل تكاملات وفي النهاية أجد الحل بهذا الشكل طبعا لاحظة هذا ال constant الموجود عندي هذه طريقة كنت تحل بها في الرياضيات كيف ممكن نحل في الماتلاب عندي هذه المعادلة أستخدمها دي فانكشن دي سولف أحط quotation mark أكتب فيه المعادلة زي ما هي لكن المشتقة الأولى أكتبها كيف دي capital Y وأنا بشتاق بالنسبة لمن بنسبة لتي أحط التي هذه الموجودة عندي هات التي طبعا حياطيني الحال زي ما بهذا الشكل لاحظة ال constant هنا عندي لاحظة أنه نحن في المرة الماضية حطينا هنا quotation mark t علشان نشتاق بالنسبة لها إذا كنت نشتاق بالنسبة لتي بالذات ما تحتاجها لأنه ايش هي ال independent default independent variable هي الافتراضي الموجود عندها لاحظة أنه هذا ال constant كيف ممكن نجيبه لازم يعطيني شروط هنا علشان نجيب بهذا ال constant مثلا أعطاني هنا هذا الشرط Y of pi over 2 equal 5 كتبنا نفس المعادلة بالنفس الشكل نحط quotation mark نحط فيه condition condition الموجود عندي اللي هو Y of pi over 2 equal 5 نروح بدل ما يعطيني C5 ولا C2 يعطيني الخمسة إذا جبت هذا ال constant بهذا الطريق نأخذ معادلة شوية أكثر تعقيد شوية كيف أكتب هذه المعادلة كيف أحل هذه المعادلة استخدم D solve quotation mark أكتب كل المعادلة الموجودة عندي طبعا المشتاقة الثانية هنا أحط لها D capital 2 لاحظ 2 هنا Y زايدا ثلاثة هنا مضروبة مضروبة في المشتاقة الأولى D Y plus 9 equal 0 لازم أكتب المعادلة كلها وبعدين لاحظ هنا ما أقدر أخليها أو أكتب T لأنه أنا هنا بأشتاق بالنسبة من أشتاق بالنسبة للX لازم أحط له X هنا نروح معطيني هذا الحل الطويل بهذا الشكل وطبعا فيه constant لأنه ما فيه الشروط لو تسوي أروح مباشرة نحط بهذا الشكل لكن لاحظ هنا Y prime تعني المشتاقة الأولى F zero equal 1 إذا نحط D Y لحظ D Y علشان prime هذه موجودة هنا equal 1 وأنا بأشتاق بالنسبة من بالنسبة للX إذن هنا ما فيش constant لأنه تعطيتني شروط علشان نجيب لك بها اللي هو ثوابت الموجودة في هذا الحل طبعا عندي هذه المعادلة هنا طويلة كده كيف ممكن نحلها أستخدم لها مين أستخدم لها D solve لأنها معادلة تفاضلية كيف ترجم هذه أقول D 3 of Y هذه D 2 Y بس وهذه عندي اللي هي D 2 of 0 equal 0 هنا D of D Y of 0 equal 1 بس بنفس الطرقة اللي كتبت بين معادلة الماضيع وإن شاء الله نجيب الحل بهذا الشكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته